السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله انا مش عارف ايه اللي بيحصل في الدنيا والحاجات الغريبة والتصرفات الشيطانية اه تصرفات شيطانية غلبت الشيطان بعض الشياطين الانس بيعمل حاجات اخطر وشيطان الجن ما يعرفش يعملها جماعة الشيطان الجن انت ممكن تصرفه باعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر الوسوس الخناس توسوس له يخنس يعني يرجع لكن شيطان الانس لما يفكر ويستهل السوشيال ميديا ويقعد يتفنن في اذية الناس البنت بسانت خالد الله يرحمها بسانت خالد دي تانية ثانوي ازهري من قرية كفر يعقوب مركز ومدينة كفر الزيات محافظة الغربية تانية ثانوي ازهري بنت محترمة سمعتها كويسة تحفظ القرآن الناس بتمتدحها انتحرت بسبب ايه بسبب شباب عاطل ضايع صايع شباب ابتزوها عاوزين منها حاجة فالبنت ربنا سبحانه وتعالى عصامها وحفظها وثبتت على مبادئها ورفضت اي حاجة هم عايزينها فيعملوا فبر كلها صور وعملوا جربات وعملوا صفحات ونشروا الصور دي على الجربات بتاعت القرية والمدينة وفضحوا البنت والبنت كانت بريئة من ده وانتحرت البنت بسبب هذه الاتهامات والصور المفبركة اتقوا الله اتقوا الله انت لو عندك بنت مش حطيه ان حد يقرب منها ولو حطيه انت ديوث والديوث لا يدخل الجنة لو بنتك او اختك او امك او حد من اريبك من النساء لن ترضى بهذا فلما ترضى هذا على بنات الناس هذا اذا انتقاص ايمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي ما يحب انت لم تحب الخير لغيرك وبالتالي كيف تفعل هذا ازاي تعمل ده ازاي تعمل انك تتهم فتاة في عرضها وشرفها وكرامتها واهلها كيف سولت لك نفسك هكذا كيف اللي انا عاوز اقوله ان اذا كان البنت اصلا هنفترض ان اي حد عمل حاجة انت منهي انت تتبع عورات الناس انت منهي عن ضضيحة الناس لو هي اصلا هنفترض نفترض ان البنت الصور مفركة وثبت ان يا مفركة البنت عملتش فانطهرت علشان الفضايع وعلشان باباها بيواجهها وثبت رسالة حزينة او البنت ثبت رسالة حزينة ان انا بريئة والله بتقول لي ماما يا ماما اه شوفوا الرسالة يا جماعة البنت بتقول أنا بريئة بريئة والله يا ماما أنا ما عملتش ده هي بريئة وأبوها بيقول البنت زي جنيه الدهب اسألوا أي حد عنها شوفوا الاتهامات والافترى وفعل الخنازير عمل إيه ده ربنا سبحانه وتعالى ولك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول فما بلك بالفعل ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشعل فحشته في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يعني هم حملوا نفسهم وبعدين سبحان الله لما دخلت على تعليقات الناس وتبعت بيقولوا يصل أصلا الشباب الدول مش أول مرة يعملوا كده يعني ربنا سطروا مرة واثنين وثلاثة وظلت في ربنا سبحانه وتعالى أنت ربنا سترك مرة واثنين وثلاثة وعشرة وأنت لازلت تكشف سطر الله حيفضحك ربنا ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته ربنا فضحك مش في جوف بيتك بس ده في قريتك في المدينة وعلى مستوى الجمهورية وعلى مرأة ومسمع من الدنيا كلها أيه عشان انت مش أول مرة وفعلا يعني لما جيه شاب لسيدنا عمر بن الخطاب ليقام عليه حد السرقة فجأت أم تشفع لابنها يا أمير المؤمنين إن أبني أول مرة يسرق قال كذبتي ما كان الله ليكشف عبده من أول مرة فشوف أنت عشان أنت عملت ده كذا مرة فربنا سبحانه وتعالى فضحكم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين ابن القيم حقر عليه كلام قاله في مدارك السالكين كلام حلو أو بيقول في إيه ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليها خنزير يمر على حاجة حلوة ما يملوش فيها ما يمرش غير على القاذرات فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمة أما حد يرجع كده هو عايز يأكل إلا يرجع هذا هو عشر كالذباب لا يقع إلا على قاذرات وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقلة ما لأش في الورد عيب قالوا له يا أحمر خبت البنت محترمة وكويسة أحب أن هم يعملوا لها حاجة وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثين حبب أختي بيهم حديث الأول عند أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال أنت تقولت على البنت واتهمتوها وظلمتوها فانتحرك بسببكم دفر أبيتكم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما فيه حد ما يتوب إذا تاب وقبل الله وتوبته رضغة الخبال يعني عصارة أهل النار أي حد بيتهم أي حد يقول فيه ما ليس فيه فما بكنت قلت ونشرت واعتقد وزر كل حاجة أنت عملتوها وكل ضغطة ضغطتوها وكل كليك عملتوها على الكيبورد وكل جروب عملتوه كل صورة نشرتوها وأعدت أدي تعملوا دا وكم واحد شاف كل دا في ميزان سيئاتكم ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفطرون انتوا افطريتوا حديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن دا أبي داود وأحمد ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به عشان يضمروا كده حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال لو تلاحظوا في القرآن الكريم بس عشان نستخدم درس وانبطل بقى يعني انتهاك أعراض الناس والوقوع في أعراض الناس الله سبحانه وتعالى صدر صورتين في القرآن بالويل ويل للمطففين وويل لكل همزة اللومزة والويل هو واد في جهنم للمطففين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل لكل همزة اللومزة الأعراض الناس فلا تقتربوا من أموال الناس ولا من أعراضهم وإل فمن اقترب منهما فله الويل من الله شوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله